أهلا بحضراتكم من جديد طبعا أول خبر هنبدأوا معانا في جولتنا الإخبارية في الحياة هو خبر حزين جدا لأنه مبارح كلنا سمعنا خبر حزين جدا وهو وفاة خبير التجميل مصفف الشعر العالمي محمد الصغير واللي بيعتبر واحد طبعا من أهم وأبرز مصففي الشعر في تاريخ الوسط الفني كله للأسف ده كان بعد صابته بفيروس كورونا اللي كان كل يوم بيخطف يعني من وسطنا حبايب لنا كتير ربنا طبعا يا رب يرفع عننا كلنا البلاء ويشفي يا رب كل مريض وخالص العزاء لأسرة الفقيد ربنا يرحمه يا رب طبعا يعني خلينا نقول أنه الراحل محمد الصغير يعني رجل عصامي قصة نجاح بمعنى الكلمة بدأ مشواره نجاحه من الصفر قدر أنه هو يأسس إمبراطورية مختلفة يعني حط قواعد وأسس جديدة في مفهوم مصففي الشعر عمل مؤسسة قائمة بذاتها وحط معايير أعتقد أنه المعايير دي مهدت الطريق لكل الأجيال الجديدة بعد كده أن هي يعني تخطو نفس خطواته أو تحضو بحذو فيعني خلينا نقول أنه كان في حالة من الحزن هي مش بس على المستوى المهني لكن على المستوى الإنساني أيضا كل المقربين منه قد أكدوا أنه هو شخص كريم شخص معطاء شخص كان طيب جدا وكان صديق جدع وصاحب صاحبه زي ما بيقولوا فيعني خلينا نقول أنه طبعا الساحة الفنية وكل العاملين في مجال خبراء التجميل أو في مجال مصفيف الشعر طبعا أكيد فقدوا قيمة وقامة رحمة الله على الراحل محمد الصغير